الدكتور محمود بجنيد هو أحد قيادات الأهلي وأمين الصندوق السابق في الفترة التاريخية للنادي والتي شهدت تطورا غير مسبوق في عقود الرعاية والمزايدات عاصر كل رموز النادي كان شاهدا على العصر بكل ما تحمله الكلمة من معنى دكتور محمود بجنيد فاكر البداية أول مرة دخلت فيها النادي الأهلي وإمتى ومين الشخصيات اللي قابلتها مع بدايات تعرفك بالنادي الأهلي أنا دخلت النادي الأهلي الحقيقة من زمان أول سنة ستة وخمسين وكنت داخل بطريقة عائلية مع العيلة ومن سنة ستة وخمسين ابتدت أتابع كرة القدم أنا سنة تمانية وخمسين هيدكوتي شافني وأنا بلعب كرة فاقترح لنا بكون في الناشئين عدت في الناشئين من سنة تمانية وخمسين لغاية سنة واحد وستين وأصبت إصابة بالغة في رجبتي مقدرتش أكمل لكن الفترة دي شفت فيها عبود باشا لغاية سنة تمانية وخمسين وكنت الحقيقة بمشي وراه وأنا طفل صغير أشوف هذا الرجل كان بيحب ندي الأهلي قد إيه درجة حبه قد إيه بعد كده صالح سليم كان صديق عزيز جدا لي وكننا أصدقاء وكان الحقيقة أنا تعلمت منه حاجة كثير جدا فالشخصيات دي شخصيات ممتازة مقدرش أنسى كابتن عبدو صالح الوحش كان المدرب بتاعي وبعد ما ساب تدريب الناشئين وبقى مدرب الفريق الكبير الكابتن كامل مسعود هو اللي كان مدرب لينا كل هذه الشخصيات شخصيات رائعة ممتازة كان مركزك إيه في الملعب يا دكتور بجني أنا طبعا لسا نتكلم مع حضيك باستفادة عن كل ما تريد أن تقوله عن كل الشخصيات اللي حضيك تعاملت معاها واللي بتحمل ذكرى لها في تاريخ تعاملك مع هذه الشخصيات كان رموز كبيرة في تاريخ النادي لها لكن فيما يتعلق بكورة القدم حاجة بتقوله أنا لعبت كورة القدم مع النادي لها كنت كتن الفريق سنة 58 بالظبط كده لعيت 61 والإصابة في الوقت ده كان طبيا صعب التعامل معها ما كانش الطب الرياضي تقدم الشخص إن أنا ما قدروا ش يعملوا حاجة لربتي وأنا كنت انسايد ليفت وكنت سكورر والحقيقة كان فيه يعني المدربين بتوعي كابتن عبد صالح الوحش وكابتن كامل مسهود كانوا معجبين بي جدا لكن ربنا ما أردش إن أنا أكمل في نفس الكريم لأنني رغبة شديدة في الاستمرار الحقيقة لأن حبي لكورة القدم كان حاجة خيالية وحبي للنادي الأهلي كان زي حبي لكورة القدم لين أحبت النادي الأهلي؟ لأن زي ما أنتعارفين النادي الأهلي أقيمه لأسباب عطنية والنادي الأهلي ده اتعامل علشان المصريين وسمى الأهلي علشان أهل مصر لأن الأندية كانت للأجانب في الوقت وكان نادي الجزيرة للإنجليز وكان تعمل نادي الأهلي للمصريين وكان رئيس نادي الأهلي دايما هو رئيس وزراء مصر فمن الأول سعد باشا زجلول وعبد الخلق باشا صاروت جعفر ولي باشا كل رؤساء وزراء مصر هم رؤساء النادي الأهلي إلى أن جاءت فترة كان ضروري حد بيزنسمان كبير يمسكه لأن كانت النواحة المادية عايزة تسبيه فعبد باشا جاه ومسكه وكل دخل شركة السكر المصرية كان بيجي للنادي الأهلي أدي إيه حب هذا الرجل للنادي الأهلي فوق القيال الرجل ده يعني من ضمن الناس اللي هو كان معتني بيهم كان معتني كابتن صالح كابتن عبد الاب سليم وكابتن طرق سليم الناس اللي جاية من الناس الجميلة الحقيقة عبد باشا من الناس اللي أثروا جدا في هذا النادي وضروري نقول هو النادي الأهلي لبس أحمر بيت هنقول ده سؤالي التالي لحضرتك لكن حضرتك بتقول أن جزء كبير من حبك للنادي الأهلي كان مرتبط بأمرين حبك في الأساس لكرة القدم حتى لو ما استمرتش في الملاعب كلاعب كرة والأمر التاني ارتباط النادي الأهلي منذ مولد النادي الأهلي بالكيان المصري في شكل عامل جزء من النسيج المصري كان فيه تلات كائنات كبار كان النادي الجزيرة واخدوا الانجليز النادي الأهلي واخد كل المصريين أما الأجانب اللي هم مش انجليز ومش مصريين اتعمل لهم نادي اسمه المختلط والنادي ده بدأ مكان كازين وقصر النيل والمختلط ده كان كل الناس اللي مش مصريين اللي جواب مصر بيلعبوا فيه زي اليونانيين زي الطلاينا زي الناس من السودان كتير من النوبة كتير من لأن كانت الهجرة إلى مصر هي الحاجة اللي موجودة في هذي الايام الهجرة إلى مصر من سنة 47 لسنة 50 زي ما كنت قلت لكم عارفين أن القهارة خدت أنطف مدينة في العالم 3 سنين وكانت الهجرة إليها جمبارة لأن الحياة فيها كانت رقية جدا الحياة فيها في مستوى علي جدا فكان فيه ثلاث كيانات كيان للإنجليز مادي جزيرة كيان للمصريين هو النادي الأهلي كيان لكل أجنبي آخر وهو المختلط اللي بعد كده اتنقل وبقى اسمه فاروق ثم اتنقل إلى الزمالك فيما بعد هل تأثرت بشخصية عبود باشا كلام حضاك عنه هل أثر في شخصية الدكتور محمود بجنيد الذي أصبح فيما بعد رجل الأعمال المحب للنادي المشارك الداعم اللي بيدخل وحريص على المشاركة من خلال الانتخابات وتولي مناصب إدارية هل تأثرت بهذه الشخصيات لدعمت النادي إداريا وماليا؟ تأثرت بيها جدا لأن هو كان لا يبخل على النادي الأهلي بأي شيء وكدت لدرجة أن أنا ببص على الميزانيات وأنا صغير ميزانيات الأهلي كانت 5000 جنيه ما كانتش موجود فيها غير 3500 طلعت حرب باشا تبرع بألف جنيه فبقى 4500 فجي عبود باشا كان راجل مقاول لكنه اشترى شركة السنقر المصري فقط علشان دخلها ييجي النادي الأهلي وكانت المعسكرات بتاع دخل النادي الأهلي بتتعامل في شركة سنقر المصري الراجل كان بيحب فعلا النادي الأهلي من حبه المصري كان فيه ربطه كان فيه علاقه اللي بيخش النادي الأهلي بيخش ويقول أنا داخل حتة فيها المصريين المصريين الجمال اللي هما ما تقدرش كمان تخش النادي الأهلي وفيها المصريين وما تلاقيهمش لبسين أحمر ت vedruli حتلاقيهم لبسين كنت تشير لهذا الأمر ليه؟ النادي الأهلي ارتبط باللون الأحمر لأن تاريخ إنشاء النادي الأهلي سنة 1907 كان عالم مصر لونه أحمر فإن أهلي لبس اللون الأحمر عشان يمثل الوطنية المصدية ولما نقول إلعب بروح الفنينة الحمرة بنقصد إلعب بروح على مصر موت نفسك عشان مصر فالنادي الأهلي اللون الأحمر ده تمثيل للوطنية المصدية تلون بلون مصر من بداية نشأة هذا النادي العالم من بداية نشأة هذا النادي رؤساء أزراق مصر جم رؤساء للنادي الأهلي حتى جاءت جاء عبود باشا وبعد عبود باشا حصل التأميم بداعه فجاء مجموعة من العسكريين ثم مسكوا مجموعة من الرياضيين ابتدأوا وبدأوا بكابتن أبو صالح لوعشوك كابتن صالح سليم وكابتن الرياضيين نعم في النادي الأهلي مر في سلاسة مرات حضرتك من الشخصيات أيضا التي لا تتحدث أبدا عن أنها قدمت شيئا ما لنادي الأهلي فيه إنجازات الكل بيبقى عارفها بتبقى معلنة رسميا اللي حضرتك شاركت فيه من قرارات وهنتكلم عنها فيما بعد في هذا الحوار مع مجلس الإدارة أكتر من مرة حضرتك كتفيها داخل مجلس الإدارة وفي هذا الكيان كمسؤول من المسؤولين أو كأمين للصندوق لكن كمحب ودعم للنادي ضمن آخرين حضرتك من الشخصيات التي تميل إلى عدم الإعلان عما يقدم للنادي وتحب أن يتم دعم النادي ولكن دون أن يعلن أدعم هذا الأمر ده كلام حقيقي لأنه هو الواقع والحقيقة إن دائماً مجلس الإدارة مجتمع ومكتمل بياخد قرارات ما تبقىش قرارات فردية تبقى قرارات مجتمعة من مجلس الإدارة بيقولها وتتنفذ وكان فيه قناعة فيه قناعتين كبارة أوي أنا تعلمتهم الكابتن صالح سجين بزان عضو مجلس الإدارة داخل عضو مجلس الإدارة قوي جداً وهائل ويقول قراراته يخروا من باب المجلس زيه زي أي عضو قاعت في نادي الأهل ليس له حق في أي قرار اللي بياخدوا القرارات هم مديرين الأندية وليست أعضاء مجال الإدارة الأندية فدي حاجة مهمة وده سبب في نجاح النادي الأهل نجاح النادي الأهل يبنى على حاجتين وهم أساسيتين الرياضة عايزة حكتين عايزة تمويل جيد جداً وعايزة إدارة جيدة جداً اشتغلنا كمجلس إدارة على التمويل والحمد للنا ربنا وفقنا توفيق ممتاز خلينا نتكلم عن المرحلة دي شوية دكتور باجنيد بيقال إنها بإجماع الأراء إنها من أفضل المراحل مالياً واستثمارياً وتعاقدياً في طريق النادي الأهل المرحلة كان فيها رئيس النادي كابتر حسن حمدي والكابتر محمود الخطيب نائب للرئيس وحضاك أمين للصندوق مع مجموعة متميزة جداً من أعضاء مجلس الدارة منهم من المجلس الحالي أيضاً مهانس خالد مرتاجي لأستاذ خالد الدرندلي وشخصيات أخرى إلى أي مدى حضاك شايف إن قدرته ربنا سبحانه وتعالى وفقك وقدرته برؤية سليمة وقراءة سليمة للمشهد إنك تعمله نقلة حقيقية استثمارياً ورياضياً وإدارياً ومالياً في النادي قول حقيقي إن عملنا نقلة كويسة أو إحنا بس عايزة دي فكرة إن إحنا حتى حقوق الرعاية مع بعض كده كانت قابلينا بتتباع بتلاتة مليون في مجلسنا نقلنا من تلاتة مليون لمية وخمسين مليون ليه؟ لأن كنا بتدينا ناخد بطولات على مستوى عالي إنت في الآخر الرياضة والأندي عبارة عن استثمار بتقدر تاخد من أراك إذا إنت استثمارت في العيدة كويسة خدت بطولات بتجي تبيع فنلتك بصورة أحسن بكتير لو قلت أنت كنت إيه من النحية المادية قبل ما تسافر بطولة العالم في اليابان وبعد ما سافرت بطولة العالم في اليابان أنا دائماً بقيم كل حاجة بعد كل بطولة متذكر الأرقام قبل وبعد الفترة دي يا دبتو؟ قبل وبعد البطولة تقريباً أو النسبة زادت؟ قبل أضعف واحد يعني من سبعين مليون لماية وخمسين تضعفت نقلة كبيرة جداً إنها تحصل في خطوة واحدة وكنا يعني إيه هذه لجنة كورة كانت قوية جداً برئاسة كابتن حسن حمدي وكابتن خطيب وكابتن طرق سليم كانوا باستمرار متفقيد معايا أنت بي العيد وأنت اشتري العيد ممكن أبي العيد بعد بطولة كبيرة في اليابان واخد ثلاث أضعف اللي كان هو فرودي خامل وإمتى أشتري العيد في أنهي وقت ده مهم لأن الطايمين مهم أو ودي إيه بقى الحتة لسة ما كلمتش عليها وهي هالإدارة ما هيش قصد فلوس بك الطايمين في أمرين في حالة اللاعب فنياً وفي سعره وفي سعره وده بيفرق جداً بيفرق جداً أنه لو اللاعب لاعب جنب 2-3 العيبة كويسين و23 كويسين ببيعه بسعر تاني ولو كسبنا بطولة ببيعه بسعر تاني وجود النادي الأهلي في أفريقيا وفي بطولات العالم خلّى الناس تشوف اللاعب المصر فلما الناس بتشوف اللاعب غير لما تحكي لهم عنها ده اللي بتشوف هل حالك شايف أن دي مرحلة النقلة الحقيقية اللي حصلت في الإنفاق على الرياضة في الاستثمار الرياضي في مصر المرحلة الحقيقية وتشوف لها من البداية اللي تطوير في المجال ده أو النهوض دي أكيد أكيد تطور الأداء بطريقة إن إحنا استفدنا منها من الناحي المادة وأنا ما بقولش أنا دايما خالص هي قصة مجالس إدارات مجلس إدارات بس كان فيه رغم وجود طبعاً نفس التنصيق وسياسة العمل اللي ما بتتغيرش القوية الثابتة اللي الكل بيصير عليها زي ما قال كده دائماً أبداً كل رموز الأهل رحمه الله كابتن صالح والكابتن حسن حمدي قال كده والكابتن الخطيب وكل المسؤولين بيقولوا إن فيه خط رئيسي للنادي الأهلي لا يجب أن يحيد أو لا يمكن أن يحيد عنه أي مجلس إدارة أو أي مسؤول لكن فيه فكرة المحبين والدعمين واقتراب رجال الأعمال العشقين للنادي الأهلي من هذا النادي ودورهم عدد من الشخصيات منها الأستاذ ياسين منصور منها الدكتور باجنيد منها شخصيات أخرى كانت دائماً أبداً محبة للنادي وكانت لا تعلن عندما تعطي هو ده الشكل الجمهور بيحبه الشكل يسعد الناس كلام عظيم جداً وكلام حقيقي جداً والشخصيات اللي زي اللي أنت ذكرتها دلوقتي دي سهمت قوي سهمت حقيقي في أن النادي الأهلي يعلوا تماماً لأنهم الحقيقة أعطوا من عندهم ونجيبهم حاجات كتير قوي رفعت من حالة معنوية للعيبة ورفعت من ما كانوش يتحدثوا عن هذا الأمر كان مجلس إدارة اللي يقول الإعلام بنشكر وبنشيد بالجهود دي وبنثني عليها ونقدرها فيش تحدث هذا خالص فعلاً وده ودي ميزة النادي الأهلي ما كانش حد يتكلم عن هذا لكن هو فيه قناعة دائماً بأن النواحي المادية في النادي مهمة جداً أنها تبقى كبيرة وكويسة والنواحي الإدارية اللي اتنين مع بعض لو واحدة فيهم وقعت شوية هتبقى مشكلة يجب أن يكون النواحي المادية موجودة كويسة قوي والنواحي الإدارية كمان موجودة وكويسة من أين يستمد النادي الأهلي قوته واستقراره الإداري من إشارة حضرتك لفترات سابقة نرجع لحد فترة عبود باشا رحمه الله وصولاً إلى الفترة الحالية بخيادة الكابت المحمود الخطيب كل الناس اللي أنا شفتهم كانوا إدارياً عليين قوي من أول عبود باشا وشوفنا لغاية كل الناس اللي يجيه بجوم بعديه يعني سيادة الفريق مرتجي كان حاجة عظيمة كإدارة حاجة عظيمة كإدارة كل الناس اللي جوم كانوا مديرين حاجة قوية قوية بجد ما شفتش واحد نص ونص كابتن صالح سدين كان عظيم إداري عظيم كابتن حسن حمدي مش هاز أحكي عنه إداري حاجة رائعة واللي أنا شايفه دلوقتي أنا كمان عايز باستمرار أقول كل مجلس جه بنى طوبة فوقي مفيش مجلس جه ما بناش طوبة يعني لا شك إن مجلس السابق مجلس محمد طهر بنى طوبة كويسة مجلس الخطيب دلوقتي مجلس مجلس راقي ومجلس عظيم ومجلس متزم وبيشتغلوا ممتاز زكاء وبيشتغلوا بحكمة كويسة فيها خبرة وفيها حكمة كويسة الحقيقة كل مجلس أنا شفته في نادي الأهلي وأنا عديم في نادي الأهلي كده بنى حاجة وسلمها لللي بعديه واللي بعديه خدها وبنى فوقيها حاجة ما هكرر بقى السؤال لحضيك مرة تانية الكلام ده مهم جدا ويا قدنا للسؤال اللي أنا طرحته منذ قليل ما هو السر في قوة واستقرار مجالس الإدارة المتعقبة في النادي الأهلي إيه الكومن جراوند اللي دايماً أي مجلس الإدارة بيتولى المسؤولية بيقف عليه في النادي الأهلي الخطوط اللي هي متفق على إن دي ثوابت النادي الأهلي أنا شخصياً شفت شفت حتة الأهلي فوق الجميع موجودة عندهم كلهم ووجدتها ووجدتها في الناس اللي عشرتهم وقربت أول النوع ووجدتها في فريق متجي قوي وركبتها في كابتن صالح الوحش قوي وابتها في الكابتن صالح سليم بطريقة كانت صالح سليم أنت بصورش كان حبه للنادي الأهلي أكتر من حبه لذاته حقيقي بتكلم بجد يعني حاجة رائعة كابتن حسن حمدي رائع حبه للنادي الأهلي أكتر من حبه لأي حاجة بيفضل نادي الأهلي في كل حاجة في عندي أمثلة كتير وعندي مواقف كتير الأهلي فوق الجميع كانت موجودة من زمن بعيد ومتنفذة من زمن بعيد وملاقيتش حد معاش حاطتها فوق أساس العمل في النادي الأهلي ما حدش جي النادي الأهلي علشان أي حاجة شخصية كل ناس جاءت النادي الأهلي حبا في الكيان حبا في الكيان وهذه الحكاجة إزاي إن حب الكيان جاء أساسا حب للمصريين وبعد حب للمصريين حب للرياضة وحب للكيان فالجعمالية بقت موروسة طيب لو حضرك بتتذكر حاجة بترتبط بكل رئيس تولى مهمة رئاسة النادي الأهلي ومجلس إدارته المجموعة طبعا اللي اشتغلت معاه في وقته أو آخر يعني نبدأ بعبود باشا لحضرك قلت في عبارة سريعة أنا بالنسبة لي فترة عبود باشا تعاني كذا أنا بالنسبة لي فترة عبود باشا بصرف النظر أنا شخصين كان في النادي كل يوم وكان بيفوت على الناس واللعيبة والفرقة وهي ناس اللي يقف معاهم بيديهم باور إنه يخلي شركة السكر المصرية الرجل ده كان معاول يشتري شركة عشان يصرف بيها على نادي زي دع حبا في مصر ده مفيش أحلى من كده الكابتن صالح سليم لما يجيله تمويل رهيب من السعودية يقول له حطه باسم النادي الأهلي والدعم ده كان جاي الكابتن صالح بشكل شخصي صفته وشخصه لكن ثقة في شخصه هو وجهه لخزانة النادي الأهلي واشترى بيه جزء في هلتر رمسيس لا أنا شفت شفت الناس بتحب النادي الأهلي أكتر من نفسها أنا شفت الناس دي والفريق مرتجي رحمه الله يا حدك أشارت العبود باشا والكابتن صالح سليم رحمه الله والفريق مرتجي فوق الوصف الحقيقة أنا الراجل ده عشرته من بعيد شوية هو فيه أرابة بيننا وبينه إنما هو كنت بمشي جنبه أتفرج إيه الحب لنادي الأهلي ده إيه التطاية دي اللي مش ممكن أكتر من كتر ولذلك تلاقي في يوهدهم كلها النادي الأهلي كان بياخد على طول المترولات بشكل طبعاً احنا بناخد أمثلة مجموعة من أهم الرموز في تاريخ النادي ولا يمكن أن نوفيهم جميعاً حقهم فيما قدموا للنادي لكن بناخد أمثلة وبربطها برؤية حضرتك لكل فترة بقيادة شخصية من هذه الشخصيات أو رمز من هذه الرموز لو تكلمنا شوية بقى عن كابتن حسن حمدي حدك قلت الأمثلة كثيرة جداً عايزين مثال أو أكتر الناس ما تعرفوش المشاهدين والجمهور ما يعرفوش أدار النادي مع مجلس الإدارة أو كرئيس للنادي كالترس الحقيقة كابتن حسن شخصية متميزة مدير ناجح جداً إدارة إدارة ناجحة تماماً خبرة في الكورة عالية قوي حقيقي تضحية من أجل النادي بكل مقوتة مقوة مقدارش هنسى أن حبه للنادي الأهلي فاق حبه لأي مؤسسة أخرى لدرجة أن هو كان يجي يعد معايا يقول لي حمدي حقور عيب كيام وإزاي؟ جاه الأهرام ما جاش الأهرام ما تفرقش الجماعة بتقول الأهرام لما زودناها من 3 مليون ل 150 مليون كانوا بعياته يقول لي ولا يهمك ولا يهمك كان حبه إن ناخد 150 مليون أكتر من حبه إن الأهرام حيدفع 150 مليون كانت أولوياته دايماً النادي الأهلي في التفكير في التعقدات بشكل وأنا اتنقشت مع حضاك لو حضاك تتذكر من سنوات على الهواء في وقت ما كان الكابتن حسن رئيس للنادي واتنقشنا في فكرة الانتقادات اللي كان بتوجه للنادي في الوقت ده أنه أنتو عندكم ميزن كابتن حسن متولي منصب كبير جداً وقيادي في الأهرام وهو رئيس النادي الأهلي في نفس الوقت لكن حضاك قلت لنا يا جماعة الموضوع مرتبط بحجم النجاحات حجم ظهور إعلامياً حجم القيمة حتى أو الكارزمة الإعلامية لنجوم النادي ومسؤوليه ولعبيه كل ده بيفرق في التعاقد وبيفرق في المعلنين وعقود الرعاية وكل شيء كمان القدرة على التفاوض الجيد هو ده هو ده اللي حصل حقيقة لأن اللي أنا حقوله إن الشركات اللي كانت بتشتري من الأهرام العقود هي اللي علت جداً لأن عدد جمهور الأهلي ذات لدرجة أي إعلام بتعمله بتبص تلاقي اللي بيبيع المنتج اصدهر جداً فأصبح كونك تبقى في النادي الأهلي دي حاجة كبيرة لأن 80% من الشعب المصري نادي الأهلي لو النادي الأهلي أياميها كان 80 مليون أو 90 مليون يعني بتتكلم مع 70 مليون بني آدم 70 مليون بني آدم مستعد يعمل أي حاجة للنادي الأهلي وبتكلم بجد وأنا شفت أمثلها رائعة كتير والحكاية موروثة جاية من أيام سعدت بجد غلون من قب لابن لابن فهي الحكاية ماشية موروثة بين الناس ناس لبست على مصر ناس مكملة في حب مصر ناس مستعدة لو لقيت إعلان على فانيلة مصر تشتريها طول فكانوا حقيقة أنا شفت الحقيقة حب شفت حب رائعة شفت حب رائعة وحدك شايف أن فعلاً الفترة دي كانت من أنجح الفترات للنادي الأهلي في ترتيباته الإدارية والمالية والاستثمارية فترة كابتن حسن وكابتن خطيب ودكتور باجنيد ومجلس الإدارة الذي كان مشاركاً معهم في ترتيباته الإدارة أنا لا أستطيع أن أقول أنجح أنا أريد أن أقول أنها تحجبتها لا وطبعاً نقول واحدة من أهم الفترات واحدة من أهم الفترات أنا أستطيع أن نقول على الإطلاق هي الحاجة الظريفة فيها نعمل مقارنات هنا لكن نذكر الحاجة الظريفة فيها البطولات دوري في 11 سنة بطولات كاس، بطولات أفريقيا الظهور عالمياً من خلال كاس العالم الظهور عالمياً من خلال لعب كاس العالم حصل معادلة مع أي منافس كان متفوق في أي بطولة قرية وتخطيه بالضبط بالمرحلة دي الأهلي زود رصيده بشكل كبير من كل البطولات عشان يبقى في الصدارة بالضبط وساعتها تحطت النجمة الثالثة على العالم الأهلي النهاردة تحطت النجمة الرابعة على العالم نادي الأهلي احنا بنتكلم في عدد بطولات جميع الأندية في مصر ما جابتش مع بعض ما جابتش نص هذا الحاجة حسأل حداك عن فترة مش عارف حداك كنت متوقع نسأل عنها ولا لا قبل ما نسأل عن رؤيتك لمجلس الإدارة الحالي بخيادة كابتن الخطيب والكابتن العمري فاروق والأستاذ خالد الدرندالي وكل المجموعة المتميزة الموجودة معهم طبعاً ومنها المهانس خالد مرتجي بالتأكيد من أصحاب الخبرات الكبيرة في المجلس الحالي دار حوار في الوسط الرياضي وكان دار حوار من الفترة طويلة بيني وبين حداك قبل الانتخابات انه حداك دائماً أبداً من الأسماء اللي مطروح وجودها في مجلس الإدارة وحداك قلت ان ده مطروح وان فيه مناقشات بهذا الشأن وان حداك مستقرتش على القرار وانه جاري التفاوض مع المجموعة ومع الكابتن الخطيب وكل الكوادر الكبيرة في النادي الأهلي ماذا حدث وليست قرر قرار الدكتور بجهيد على عدم قوض الانتخابات ودخول مجلس الإدارة في الفترة؟ فيه حتة شخصية وحتة التنمس النادي الأهلي الحتة الشخصية ان انا شغلي الحقيقة يحتم علي أسافر كتير قوي فوجودي خارج مصر كان مش حيبت أجي خليني قاعج بصفة مستمرة زي ما كنت قبل كده بقى أجي النادي 4-5 ساعات في اليوم فده خلاني أقول طيب خليني إيه شوية ولكن ده من ناحية الشخصي من ناحية النادي الأهلي أنا لازلت موجود معاهم أنا يوميا موجود معاهم أنا على طول بعتابة نفسي واحدة لكن فعلا دارت حوارات خاصة باحتمالات مشاركة حدك في الانتخابات دارت حوارات لكن يعني عايزة أقول إيه يعني أنا والكابتن حسن والكابتن الخطيب منتفقين إن إحنا يجب إن خبراتنا نديها وإحنا في على الرؤية الحالية على الرؤية الخاصة بالمحالة زائد قصة إن أنا أبقى قصة إن أنا أبقى مشغول أو شغلي بهذا الحاجة ما كانتش هتدي حراكة الوقت للحمل المسؤولية ما كانتش هتدي نفسي الفرصة لأنا أقاعد شوية لكن الحاجة بتؤكد إنك على صلة يومية بالأحداث يعني تتواصل مع مجلس إدارة ومع الكابتن الخطيب وبتديهم خبراتك في الأمور المالية والإدارية طبعا 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 ملا شك ملا شك رأي حداك إيه في التنصيق مع بعض الشخصيات الكبيرة أيضا في عالم المال والأعمال يعني محافظ البنك المركزي سابقا الدكتور فاروق العقدة الأستاذ ياسيم منصور وهو أيضا غني عن التعريف كل الكوادر اللي بتفيد الأهلي بخبراتها الإدارية حتى كمحبين كمتطوعين شايف أهمية ده إزاي دكتور؟ أنا شايفه منتهى الأهمية والحقيقة أحسن اختيار لجنة الإستثمار ودي لكنا جميلة جدا أهلوية جدا أستاذ نجيب معاهم وأنا سعيد جدا بهم أو أنا سعيد بالمجلس أستاذ نجيب رئيس بنك سايب هو من الأعضاء اللجنة أيضا من الكوادر صعبة الخبرات الكبيرة طبعا بني أدم رائع أدم أهلوي قوي زي ياسيم منصور وزي فاروق العقدة بني أدمين أهلوية قوي رائعين أحسن لجنة ممكن تبقى موجودة أنا سعيد بها جدا وأيضا أدروري أقول أن أنا سعيد بالمجلس لأن المجلس مكاس المجلس في الخبرات اللائقة للنادي الأحيان متفاقل بالمجموعة الحالية كابتن الخطيبة ومجموعته وقائمته اللي طبعا حققت مجالك كبير جدا بالأرقام والحقائق في الانتخابات المجلس ده بخبراته دي إن شاء الله سيجيب ممتاز إن شاء الله طبعا يا دكتور محمود ديم الحاجات المهمة أن احنا نسمع رؤية حضرتك بالنسبة للمشروعات اللي أعلن عنها مجلس الإدارة وعن خطة عمله ورؤى بالنسبة للمرحلة القادمة واللي بيسير العمل فيها على قدم وساق وبيسري العمل فيها على قدم وساق منذ اليوم الأول لتولي الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة والقائمة الحالية المسئولية في مجلس إدارة النادي الأهلي هنعود للاستماع إلى رؤية حضرتك في شأن هذه الأمور ولكن بعد أن نتوقف مع حضرتك ومع مشاهدينا مع فاصل قصير الدكتور باجنيد ده بالنسبة لي أنا له قصة تانية خالص يمكن احتكاكي وعلاقتي بالدكتور باجنيد مختلفة عن أي حد تاني كعلاقة ابتدت بالنادي الأهلي طبعا وابتدت لحد النهاردة رغم أننا ملناش الحظ أن نكون معنا في المجلس الحالي ولكن العلاقة ممتدة وعلاقة أسرية وحاجات كتيرة جداً يعني أنا أول ما دخلنا مجلس الإدارة 2002 كان الدكتور باجنيد لسه مشار 12 يدخل معنا في المجلس 2004 دخل ادخلات أمانة السندوق اشتغلت أنا معايا كنائب من السندوق بقرار مجلس الإدارة الحقيقة يعني في الفترة دي أنا تعلمت من الدكتور بحمود حاجات كتير جداً هي الحقيقة اللي أثقلتني أن أنا أكون دلوقتي أمين السندوق النادي الأهلي 2004 ل2009 شغلنا حوالي المسيقية عن تقريباً خمس سنين الحقيقة يعني كان مثال عضو مجزرة أو أمين السندوق اللي دور على المحسلحة النادي اللي دانى كل خبرته في مجال البزنس أمتاً كرجو الأعمال وكرجو الاقتصاد وحقيقة فاد النادي وفادنا كلنا وعلاقة يا رب أنها تفضل كده على اللي هي فيها الحمد لله اشتركوا في القناة مبروك فوز أبطال الكرة طائرة رجال ببطولة كاس مصر احنا ملوك الصلاة موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دوري الإنجليزي والأسباني والإيطالي والألماني والفرنسي على قناة الأهلي مع ورد سكر مش هتفوت لحظة في الدوليات العالمية ورد سكر الجمعة الساعة التاسعة مساء على قناة الأهلي الآن نادي القرن اشتركوا في القناة كان دايما بيفكر بفكر استثماري لأن ميزة الدكتور محمود بجنيد كمان أنه هو رجل استثمار يعني رجل أعمال ناجح جدا في شغله فكان بيودار صندوق النادي الأهلي بطريقة استثمارية من أوائل الناس اللي احنا فعلنا أو عظم الرعاية بتاعت النادي الأهلي أو كراس الشروط هو اللي ممكن تحطم وصفات بتاعتها وعشان كده جابت لنا عائد كبير جدا في ذلك الوقت يعني مقرنة بالقبل كده فالحقيقة كان له دور كبير قوي يعني الحقيقة من أشهر ليه كلنا ويمكن هو كان أستاذ خالد الدرندالي النهاردة خالد الدرندالي هو أمين السندوق يمكن هو تعلم من محمود بجنيد فالحقيقة محمود بجنيد لغاية النهاردة له باصمة علينا وعايز أقوله أن احنا في الدورة اللي هو خسر فيها من 2009 ل2014 ما فيش شك أنه كان خسارة كبيرة قوي كنا نتمنى أنه يكون مجول معنا في هذه الدورة أهلا بحضراتكم مرة تانية ما زلنا معكم من خلال الأهل يحاور ونجدد الترحيب بضيفنا النهاردة الدكتور محمود بجنيد وهو من كبار المسؤولين في تاريخ النادي الأهلي وأمين صندوق النادي الأهلي سابقا أهلا بحضرتك مرة تانية دكتور أهلا قبل الفاصل كنا بنسأل حداك عن رؤيتك وتعقعاتك وأمنياتك الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة الحالي ورأي حضرتك فيما أعلن عنه كباكورة أعمال خلال الفترة الأولى لهذه الولاية أنا سعيد جدا بالمجلس وسعيد باختياره وشايف أنه مجلس متناسق جدا الخبرات اللي فيه هي الخبرات المطلوبة فعلا وأنا بتوقع إن شاء الله إن الأمور هي هيلة للوقتي وحتى تحسن باستمرار إن شاء الله الفكر الموجود فكرنا مفصوط منه وإن شاء الله ربنا يساعدنا في تحقيقه إن شاء الله نعم الكابتن صالح سليم سألت حداك عن أكتر من شخصية من الشخصيات التي تولت والرموز الكبيرة في تاريخ النادي الأهلي منهم عبود باشا منهم الفريق مرتجي منهم الكابتن حسن حمدي وحداك قلت توقعاتك كمان بنسبة لكابتن خطيب كابتن صالح سليم دايما ارتبط اسم النادي الأهلي عند كل محبي النادي الأهلي في كل مكان داخله خارج مصر من كابتن صالح سليم إيه الخطوط العريضة العنوين الرئيسية اللي دائما أبدا حضرتك بتتذكرها من خلال معرفتك على المستوى الشخصي وتعاملك مع الكابتن صالح وعلاقة كابتن صالح بالنادي الأهلي إيه الحاجات لعمرك ما تنسيها عن الكابتن صالح لا الكابتن صالح يعني حتة الأهلي فوق الجميع أعتقد أنها جاية من جواه كان دائما أي شيء بنتكلم فيه يحط الأهلي فوق كل حاجة حقيقيا بني آدم حبه لهذا الكيان فاق كل حاجة كان بيلعب الكورة وهو بيحب هذا النادي وبيلعبها لهذا السبب حبه للنادي أكتر من حبه للكورة وده أنا لقيته جواه كان وهو يعني في الحياة الاجتماعية راجل رائع وجميل مش قادر أوصف قد إيه لا الحقيقة بني آدم شرته جميل تأثرته بي شكل كبير حضرتك وكابتن الخطيب وكابتن حسن حمدي يعني تأثرنا بيه حقيقي كل القيادات اللي اتعاملت مع الكابتن صالح فترة طويلة على المستوى الشخصي وعلى المستوى الإداري في النادي تأثرت بسياساته في النادي وكبير حبه بشكل حقيقي ممتاز إدارة موهبة 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 وعنده حتة حب لنادي الأهلي كل حاجة صدرة من هذه يقال دايما أن كابتن صالح كان من الشخصيات أو القيادات في تاريخ النادي والرموز اللي لها بصمة واضحة جدا في فكرة قوة الكيان فكرة أن الكيان ما فيه شخص يملي عليه يعني شيء ولا يفرض عليه شيء مهما كان حاجة النادي لهذا الشخص سواء كان لاعب نجم مسؤول رجل أعمال آيا كان تأثيره أنه لا يمكن أن يفرض إرادته على ما فيه الصالح العام للكيان نفسه دايما كابتن صالح كان شخصيته ده حقيقي كان شخصيته شخصية حاطت كيان الأهلي فوق أي حاجة الحقيقة طلب منه في أوقات كتيرة حاجات مش صالح لقل لي من ناس سياسيين بدون ذكر أسماء لا يمكن لا يمكن كيان الأهلي هو الأساس وهو كل شيء ثم ييجي بعد كده أي حاجة الحقيقة حبه للنادي الأهلي كلنا خدناه منه نموذج لحب الشخص للكيان أو الانتماء الشخص لأي مكان نموذج جميل حقيقة جميل دكتور باجنيد هنتكلم شوية عن في بصمة واضحة جدا للدكتور باجنيد من المرحلة الأولى الخاصة بالتفكير في إطلاق قناة النادي الأهلي مشاء شركة الأهلي إنتاج الإعلامي ثم إطلاق القناة وحضرتك كنت من أصحاب هذه المبادرة والبعض بينسب الفكرة لحضرتك وإن كان طبعا بعض الآخر يقول كان في عدد من القيادات في الوقت ده عندهم نفس التوجه لكن كتير من الناس قالوا دي كانت فكرة الدكتور باجنيد ده من القراء اللي سمعناها أكتر من مرة يا ريت حضرتك تكلمنا عن الأيام الأولى اللي تقالت فيها عبارة فانات النادي الأهلي أول مرة أول أعداد اتطرح فيها المصطلح ده أنا ما بحب مش أنسيب حاجة لنفسي أنا بأنسيبها للمجلس كله وبأخص بالذكر كابتن حسن وكابتن خطيب الحقيقة إحنا اشتغلنا علشان هذه القناة تظهر إلى الدنيا بشكل حقيقي كويس وطلعت القناة واخدنا الخبرات الكويسة من المديرين القناة وكانت بداية ممتازة وبداية موفقة جدا والحقيقة القناة الأهلي ساعدتنا في أن جمهور الأهلي يشوف الأهلي أكتر يشوف بيكسب قد إيه في كل الألعاب يتعاون في أن جمهور الأهلي يحس بالأهلي أكتر بكتير كان قبل القناة الأهلي آخرنا فرقة تكسب صورة لكن لما قناة الأهلي موجودة لا مش صورة بشوف كل حاجة عايش الحدث نفسه والاحتفال ومرحلة التحضير عايش نادي الأهلي ده إيه بالظهر الحقيقة كانت فترة رائعة وفترة جميلة وحققت نجاح أثبتت أقدمها في الوقت ده بسرعة جدا حققت نجاح جميل وصلت لدرجة أن في آخر تلات سنين أنا كنت مسؤول عنها كان مكسبنا بخل أكتر من مصارفنا من كتير وكان المكسب ده بيجي للنادي الأهلي وكان اللي مسكين القناة الشيخ صالح كامل وهدي البنته حبوهم للنادي الأهلي يفوق الوصف فإحنا كنا فرحانين قوي بهذا الحب ده كانت قناة الأهلي في الوقت ده دكتور بجنيد بتزيع مباراية الدوري بتنافس في كل حاجة مع كل القناوات الرياضية والكابتن الخطيب ومجلس إدارة رحالي قاله خلال البرنامج الانتخابي له محملته الانتخابية إن إحنا عندنا جمهور للقناة واللنادي يقدر بالملايين وإن هذه القناة تستحق أن تصبح أفضل قناة رياضية في مصر يعني كابتن الخطيب قال كده في أحدى اللقاءات مع مجموعة من أعضاء النادي هل حضرتك مع الرأي اللي بيطالب بعودة المباريات وبعودة إذاعة المباريات على هواء مباشرة على شاشة القناة ولا لا وإيه رأي حالك بشكل عام في القناة في هذه المرحلة مقارنة بالفترة اللي فاتت وإيه اللي ممكن يخليها تحقق النجاح اللي يخليها على قدر تطلعات مجلس الإدارة وأعضاء النادي وجماهيره لا طبعا أنا زعلان جدا القناة كانت كويسة قوي كانت المتخطط لها تمشي أكثر من كده بكتير ما ينفعش دلوقتي ألاقيها كده قناة النادي الأهلي لابد تعمل قاتل النواحي الرياضية لابد الدوري يتزاع والكاس لابد يتزاع فينات الأهلي كل الصور بأي صورة مش بس لابد حاجة زي كاس العالم تتزاع فينات الأهلي تتزاع في قناة الأهلي الممور الأهلي اللي بيحب النادي الأهلي ده لابد أن يكون قاعد جوه قناة الأهلي جوه النادي المحبة بتاعه وبتفرج على قناة الأهلي ده من ناحية الرياضية إنك لو خدت بقى إن قناة الأهلي بتمثل 80% من الشعب المصري يعني بتمثل 80 مليون بني آدم لا مش بس قناة الأهلي لابد أن يكون لها رجل في كل حاجة موجودة بعد كده وهي جميع الناس المهمة في النواح السياسية يكونوا موزين بقناة النادي الأهلي مش النواح السياسية بس ضيوف النادي الأهلي والمسؤولين العرب والأجانب اللي بيلتقوا مع نادي الأهلي في تعقدات وأحداث ومتمرات لابد أنهم يكونوا جوة قناة النادي الأهلي كضيوف يظهروا في القناة وفي ستوديو قناة الأهلي لأن يعرفوا فيه 80 مليون واحد مهتم جدا بهذه القناة ولما يتكلم يتكلم تمانين مليون من آدم فلا بون أن الناحية النادي تضغط كويس قوي ونحية الاجتماعية تضغط كويس قوي ونحية السياسية تضغط كويس قوي الحقيقة احنا كلنا كابناء وشاب النادي الاهلي يعني من قبل ما قابل دكتور باجنيد وأنا بسمع عنه طبعا كرمز وكعلامة من علامات النادي الاهلي دكتور باجنيدي يمكن أفنى وقت كبير من جهده ومن عمله في مصلحة النادي عمل بصمة واضحة جدا في فترة اللي هو كان متواجد فيها في النادي الاهلي في الوقت وجوده كامين صندوق في نحية الميزانيات وعمل طفرة اقتصادية قوية جدا في وقته فحنا جميعا يعني كابناء وشباب النادي الاهلي بنعتز به جدا وبعد كده يعني لما قبلتوا على المستوى الشخصي صراحة شخصية أكتر من رائعة شخصية وضودة جدا مشجعة جدا للشباب وبيحب النادي الاهلي بشكل كبير جدا موجود سواء هو في المجلس أو مش في المجلس بيقدم مجهوده ووقته للنادي الاهلي فده اللي احنا تعودنا عليه انا اكيد بتعلم منه واكيد احنا في النادي الاهلي زي ما نقول جيل بيسلم ليه واحنا متواصلين في العطاء ان شاء الله وبنقتضي به كشخصية عظيمة قدمة الاهلي كتير هل ممكن حضيك تطرح في حواراتك ومقترحاتك مع مجلس الإدارة الحالي بعض الرؤى الخاصة بالقناة في الفترة الجاية ان دائما ابدا حضيك بتقول ان اي تطوير في اي مكان بيعني رؤية سليمة وسياسات عمل وقرارات وتمويل مبالغ مالية مطلوبة هل ده في اطار اهتمامات حضرتك انه ممكن يكون محل نقاش مع المجلس الحالي انا شايف جدا انا شايف ان احنا مهما كنا كويسين قدام نفسنا جوانادي الاهلي نحب نبقى كويسين قدام جوانادي الاهلي يعني ايه يعني قناة الاهلي تقول لجمهور الاهلي قد اينا دي كوكويس واعتقد ان احنا لو نقلنا لهم الصورة بالكلام المزبوط وكلام الصح اعتقد ان جمهور الاهلي حيكون اول المقتنعين بانه بيمثل كيان رائع حيروح الكورة وهو جواه بيمثل كيان منتاز انا بقول ان ضروري عن طريق القناة نبين لجمهورنا اللي هو موجود على مستوى مصر كلها اللي موجود في السعيد كله موجود في البحارين كله موجود في السحن حتى خارج مصر حاظيك شايف حجم المتابعة والاهتمام بل والدعم للنادي الاهلي على المستويات العربية والدولية في العالم العربي في السعودية في الامارات فية القارة الاوروبية علاقات الندي الاهلي والاتصالات العالمية تخلي هذه القناة ممكن تبقى يعني لها نسبة من المتابعة والاهتمام باخبارها وما تعلن عنه وما تضيعه على مستوى الدولي بش halt ההاري أنا كنت رئيس بائسة النادي الأهلي لما رحنا اليابان فجأت إن فيه جمهور كبير جاي من بلاد أخرى ومش من مصر فجأت جمهور جاي من أمريكا من أمريكا قوله جاي من أمريكا يقول لي عشان أشجع نادي الأهلي مصريين هاجرين أمريكا أو أمريكان بيبصوا على نادي الأهلي كتير من كل الشرق الأوسط يعني إيش جمهور مصر اللي راح وراه نادي الأهلي في اليابان ده جمهور من خارج مصر كبير أنا بقيت قدي إيه فرحان وقدي إيه شايف الدنيا جميلة النادي الأهلي ما بقاش يمثل مصر بس بقى يمثل الناس كتير من برا مصر طب إزاي هنخلي الناس دي تكتر والناس دي تحب النادي الأهلي أكتر وسط قناة الأهلي قناة الأهلي تتكلم في الرياضة كويس تتكلم في السياسة كويس وتتكلم في النواحي الاجتماعية كويس النادي الأهلي النهاردة البرنامج بتاع المجلس الحالي والبرنامج ما هوش رياضي بس هو رياضي اجتماعي نعم فيجب الناحية الاجتماعية ما فيش حد حي رأيها ويخليها راقية جدا إلا قناة الأهلي والحقيقة برنامج رياضي اجتماعي مالي واستثماري يعني متكامل يعني متكامل طيب إحنا هنتكلم كمان عن فترة من الفترات الممازلة جدا القرارات الأخيرة للفيفا أو الاتحاد الدولي للكرة القدم بالشأن تحويل الأندية أو الزام الأندية بأن تصبح شركات أو أن تشئ شركات للكرة القدم والنادي الأهلي في فترة سابقة وقت مجلس الإدارة اللي كان فيه الكابتن حسن رئيس للمجلس كابتن الخطيب نائب الرئيس وحضاج أمين للصندوق استضافته شخصيات دولية منهم ممثل الاتحاد الإنجليزي أو رابطة المحترفين في الدوري الإنجليزي للكرة القدم ممثل عن هذه الرابطة وتحدث هنا في النادي الأهلي في نفس المكان الذي نتكلم حضاج فيه النهاردة وبدأت عملية إحداث وعي في المجتمع الرياضي المصري بحقوق الأندية وحقوق البث الفضائي ونسب توزيع الأرباح بينها وبين الاتحاد المحلي في كل دولة أو الاتحاد الوطني ومنها طبعا الاتحاد المصري في كرة القدم هل تشايف الأمر ده إزاي الأمور اللي بتتعلق بشركة كرة القدم وكنتم أصحاب المبادرة للحديث عنها في مصر خلينا نتكلم على التاريخ شوية النادي الأهلي وجميع الأندية في مصر انشئت كشركات مساهمة لغاية سنة 58 تم تأميم الرياضة المصرية سنة 58 كل ما يريده إفيفا الاتحاد الدولي هو رجوع الأندية تاني إلى الوضع الطبيعي الموجود على مستوى العالم كله إلى شركات مساهمة بيملك أسهمها أعطاها يعني بمعنى أعطا النادي الأهلي الحاليين كل واحد هياخد عدد من الأسهم ويكون هو مش عضو في النادي الأهلي بس لا دم يملك النادي الأهلي كمان حاجة جميلة أن أنا أشعر أن أنا مش عضو في النادي الأهلي لا ده نصاحب النادي الأهلي حاجة رائعة حاجة حلوة يريد أن الفيفا يعملها هو كل شرط الفيفا حاجة واحدة أنه محدش يملك أكتر من 10% من الأسهم ويشترك في نادي أخر عشان ما يبقاش فيه تأثير عليها ودي حاجة حتى بقى موجودة في مصر وحاجة كويسة هم حتى نحقك مع القرارات دي جداً أنا مع القرارات جداً دي حاجة هتساهم في إعلاء طب هل إحنا مؤهلين لده هل الوضع الحالي في مصر يسمح بإنشاء شركات كرة قدم وتحويل الأمر في دوري الدوري الممتازل مصري إلى شركات كرة قدم تمثل كل الأندية هل ده فعلاً حداك شايفه مالياً وواقعياً وإدارياً متاح أحوالي لسه بعيد دي حلنا نقول حاجة مهمة مافيش ولا بلد في الكورة الأرضية كورة كلها بتملكوا حكومة خالص لفي الشرق الأوسط ولا في أوروبا ولا في أمريكا ولا في اليابان ولا في أمريكا الاتينية ولا في أمريكا مالياً ولا نادي واحد الهكومة تملكوا في مصر الهكومة تملكوا عدد كبير من هذا دابع الهيئات بتتبع الدولة وهي البلد الوحيدة لابد ان احنا نمشي زي العالم كله الاندية يملكها اعضاؤها وبالتالي هنبوص نلاقي الدنيا اختلفت وحنلاقي تقدر تلعب في دوري محترفين وما حدش يقدر يجي جنبك ويقول لك انت مش من حقك تلعب في دوري محترفين فالخطوة دي هتيجي اكيد هتيجي خلال الادية هتك متوقعت ايه خلال الادية هم ادونا بعد الثورة اربع سنين امتدت اربع سنين فدلوقتي تقريبا سنة 18 الفيفا حيصر عليها اذا انا زرت الفيفا شخصيا وخدت منهم القرارات بتاعتهم بتاعت تحويل الادية لشركات نساهمة لان كان ضروري نشوف هنعمل ايه ونجحنا ونجح الاتحاد الكورة في انه يأجل شوية القرار بتاع الفيفا فتقديري الشخصي لها بعد كاس العالم هيتكلمه فيها هنتوقف مع حضرتك ومع مشاهدين مع فاصل قصير وهنرجع مع حضرتك بعض الفاصل للحديث عن توقعات الدكتور محمود باجنيد وتحليله للمشهد وما يرجو من ارقام محتملة من وجهة نظر الدكتور باجنيد في مزايدات حقوق الرعاية الخاصة بالنادي الاهلي المزايدة الخاصة بتلت سنوات حق رعاية النادي يوم السبت المقبل ان شاء الله ومعها ايضا المزايدة الخاصة بحق رعاية البث الفضائي او قناة النادي الاهلي لمدة عامين هذه الامور وكيفية تعظيم الاستفادة بها او الوصول لاعلى درجة ممكنة من الاستفادة بها لصالح خزانة النادي واعضاء وجماهيره ماليا واستثماريا ده اللي هنعرف رعاية دكتور محمود بشأنه بعد الفاصل وطبعا ليه ذكريك كتير جدا معي لانه هو فعلا من الناس المؤسرة في النادي الاهلي في كافة المجالات اولا هو كان عضو من اعضاء لجنة تنمية الموارد بالنادي الاهلي واعتبر من هو المؤسسين لها كان راجل ده ليه بصمات كتير جدا في النادي الاهلي من حيث الاستثمارات وكل حاجة يعني في عهده كان عقد الرعاية ارتفع كان بحوالي مثلا ثلاثة مليون تقريبا زمان نهاردة بيصل لاخر عقد رعاية كان حوالي تقريبا 231 مليون جليم الراجل ده دكتور بجنيد ما شاء الله عليه في استثمارات وكل حاجة عمل انجازات كتير جدا يعني هو اللي عمل كان بيحضر مزايدات كتير جدا مناقصات كتير جدا هو من شارك في انشاء قناة النادي الاهلي انشاء قناة النادي الاهلي وتأسيس شركة الاهلي للانتاج الاعلام الشركة ديت اللي هي عملت شراكة مع احدى الشركات بحيث ان هما قداروا القناة على اكمل وجه بدون ان النادي الاهلي ما يدفع اي مبالغ مالية وكانت بتدخل للنادي استثمارات كبيرة جدا بدأت بقى اربع مليون اول سنة سنة اربع مليون وكانت هي بعد كده بتزيد كل سنة تمانية مليون وبتزيد عشر في المية كل سنة ده انجازاته انجازاته التانية ما شاء الله انه هو كان في عهده النادي طبعا كان فيه النادي لا يهده في الربح طبعا ولكن كان بيجي تلاقي الفائد كان مفيش فائد ما شاء الله في عهده اضحق فائد ده بالنسبة لمجاله في عهد الدكتور محمود باجنيد عمل اساس للادارة المالية انه هو ميكن الادارة المالية في عهده عمل اساس برضو لجلسات وحضور الجلسات للموظفين هنا ومن ان له حق الحضور بحيث انه انظم الدنيا بحيث النادي بيشتري باسعار اقل دايما وكل حاجة ده بالنسبة للادارة المالية شارك فيه كان المجلس هو ما كانش من ضمن عداء المجلس ولكن كان المجلس بيستعين به في المزايدات الكبيرة والمناقصات الكبيرة جدا المجلس بيستعين به كان هو رئيس اللجنة ومع ذلك احنا كانش حد يحلم خلص انه هو يصل عقد الرعاية الى مية وخمسين مليون جلي الضعف دي حاجة انجاز احنا ذات نفسي ما كنتش متصور هذا الموضوع كانت الشركات اللي بيتمارس ساعتها حوالي عددها يمكن حوالي ست شركات او سبع شركات كانت منقصة كبيرة جدا بنيجي نتكلم على بالنسبة للجنة المشكلة لانشاء فرع الشيخ زايد كان هو برضو من ضمن اللجنة دي اللجنة العليا انا كنت معاه بصراحة كان هو برضو من ضمن اللي ليه افكار كانت ليه مقولة ظريفة جدا ان احنا ازاي نستثمر في الشيخ زايد لان ده اي جنيه بيتصرف هناك بييجي زيه اضعف اضعف يعني لو تصرف خمسين مليون هييجي عليه متين وخمسين مليون جنيه وهو ده اللي اتحقق في النادي الاهلي ما شاء الله النهاردة احنا فرع الشيخ زايد انشاء وهو كان من ضمن المؤسسين في الانشاء عمل طفرة كبيرة جدا في الشيخ زايد تبنى في عهده يمكن السور الارض ماشاء الله اتخذت وكل حاجة يعني النادي حصل عليها وبدأنا في البنية التحتية اللي هي البنية التحتية تعملت بالكامل بدأ في انشاء المبنى اللي هو دلوقتي البداية بتاعته كانت في عهده يعني طبعا ده يعتبر بالنسبة لنا يعني النادي مش هيعوضهم قبدا زي وزي ناس كتير جدا احنا مش هنعوضهم قبدا ربينا يديله الصحة ونشكره جدا على اللي عمل اشتركوا في القناة الدكتور محمود باجنيد مش مجرد كان امين سندوق للنادي الاهلي هو واحد من الاثره الحياة التسوقية والاقتصادية والادارية جوه النادي الاهلي دكتور محمود باجنيد ليه تاريخ مشارف جوه النادي وليه حاجات هو اللي كان ليه العلامة المميزة في الدخول فيها جوه النادي الاهلي يعني الاستاذ محمود باجنيد لا ننسى انه هو من اوائل اشترك مع اوزماء في النادي الاهلي في كيفية الاستفادة من اعوض الرعاية وتطبيق عوض الرعاية اللي هي بدأت بارقام اللي هي بعد ما كانت ارقام متدنية في اوقات معينة تبقى لمطاط السوق هو اللي ابتقر هو مع مجموعة من رموز النادي الاهلي الطرق الجديدة اللي حصل فعل انطلق العوض الرعاية نسلش ان القناة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي من ضمن لما لهم بصمات قناة النادي الاهلي من ضمن لما لهم بصمات فيها الدكتور محمود باجنيد الدكتور محمود باجنيد فرع الشيخ زايد كان لي اعرف جيدا في بدايته وكان لي الافكار اللي تم تطبيقها وما خدنا الفرع هو واحد من ضمن منظومة متكاملة لدور النادي الاهلي وفي كعات النادي الاهلي هو في جينات النادي الاهلي فقال لما يتحدث قال لما يتكلم عن نفسه يمكن تعمل احاديث مع الدكتور محمود باجنيد دايما زي عادتنا كلنا بنتكلم من العمل الجماع للنادي الاهلي فيه موجود فيه ضوابط ضوابط قيم ومبادئ النادي الاهلي موجودة في الدكتور محمود باجنيد ولما يقول برضو دكتور محمود باجنيد اثرح حاجات كتيرة هو في وسط منظومة عمل متكاملة وواحد من مجموعة النادي الاهلي دايما بيعتمد على العمل الجماعي في المراحل خاصة المراحل اللي يبدأ مزدهرة اداريا في تاريخ النادي الاهلي فيسكر لدكتور محمود باجنيد ومن حظه انه كان في هذه المراحل متواجد جوه النادي الاهلي علاقة طبعا الشخصية هو واحد من الرموزنا اللي بنوعد نتعلم منهم يعني انا اقول صراحة قبل ما نبدأ سواء في بداية العمالة الانتخابية كابتب محمود الخطيب اصر ان يكون متواجد معنا في وسطنا رموز معينة كما ضمنها الدكتور محمود باجنيد عشان يد انطباع ويطفي على المجموعة الروح والاساس بتاعة الثوابت النادي الاهلي الادبيات بتاعتنا في نفس الوقت لو انكر ان اول ما بعد ما نجحنا على طول في الانتخابات وربنا وفقنا انا اقعدت مع دكتور محمود باجنيد اقعدت متواجد كل رموزنا نتعلم منهم دخلنا المجلس نفسه ايه المجموعة الثوابت وايه الاراء وايه الطرق اللي احنا ممكن نخدم بها النادي الاهلي ويبقى لنا دور مميز يبقى فيه قدر من العطاء للنادي الاهلي الناس دي كلها متعودة على العطاء للنادي الاهلي بالحب بيجمعهم دكتور محمود باجنيد في ظل منظومة زي ابن حسن حمدي كابتب محمود الخطيب واسماء كتيرة خدمة النادي الاهلي من سواء الرمز كابتن صالح سري من الفريق مرتاجي كل الناس دي بيجمعهم عوامل مشتركة واحدة هي بتحافظ دايما على فقاليد النادي الاهلي ودايما بيكون لهم في كل دورة في مجلس هما بيحضروا بيكون لهم لديهم نقلة بيكون لهم حاجة مميزة لأن دينة المصرية كلها بتبدأ بعدها لها دايما الاهلي هو ليه ريادة في حاجة كتيرة العظماء دولهم اللي عمل دور الريادي للنادي الاهلي وما زالوا ربنا يمتاهم دايما بالعطاء لصالح النادي الاهلي وأعضاء وجمهور لسه معاكم من خلال الاهلي يحاور ونجدد الترحيب بضفنا في هذه الحلقة أمين صندوق النادي الاهلي سابقا الدكتور محمود بجنيد بقى أكرر الترحيب بحضرتك يا دكتور جاهلا سهلا دكتور محمود قبل الفاصل اتكلمنا عن تعقوات حضرتك وأمنياتك والمؤشرات حضرتك شايفة على كافة المستويات فيما يتعلق بالمزايدات القادمة إن شاء الله للنادي و للقناة مزايدات حقوق الرعاية اللي هتجرى يوم السبت المقبل كيف تراها وتعقوات حضرتك وإيه الرقم المأمول اللي حاجة بتتمنى في المزايدات أنا رحيب أتوقع أن الدخل يزيد ويزيد جدا لأن حاجة معروفة يعني أن المزايدات في علاقة بينها وبين أسعار الدولار أسعار الدولار زادت مرتين ونص فلما الأهل النهاردة يكون بيبيع حقوق الرعاية بتاعته في حدود الميتين مليون لابد المرتين ونص يعدوا ستمائة مليون فده أملي إن إحنا نقدر نوصل ستمائة مليون لأن الراجل اللي حييجي يعلن عندي سلعته حتزيد مرتين ونص فأنا بجيبها دايما من الأخير بجيبها من اللي جاي اللي حيستفيد أدي إيه طبعا أنا أخذ منها فيا رب إن شاء الله قيمة هذه الاستفادة أو مقابلها اللي يستحق مقابلها اللي يستحق وناخد منها أدي إيه فأنا دايما بأخذها من الناحية العكسية فإن شاء الله ربنا يوفقنا فإن إحنا نقدر نوصل يعني هنا حضراج بتتوقعها بالأرقام أكثر من الضعف أكثر من الضعف أكثر من الضعف زي الدولار مزايد أكثر من الضعف وبالنسبة للقناة حقوق الرعاية للقناة المزايدة لمدة سنتين حقوق رعاية البث الفضائي توقعات حضرتك لها وما تتمنى لهذه المزايدة بالنسبة للنادي قيمة يعني أنا أتمنى برضو إن إحنا نضاعف المبلغ لأن دل حصل على مستوى قناوات الأخرى خلينا نبص في قناوات الأخرى إلا أنا سمعته من قناوات الأخرى وبلاش أجيب أسماء قناتين سألتهم فقالوا لي إحنا تضاعفت دخلنا ليه بتضارس زي أنا بدخلش في تفاصيل لكن ده اللي حصل خلينا نقول إن إحنا في الآخر نعتمد على منتجات تتباع لناس خلينا نقول إن 80% من احتياجنا بيستورط بالدولار خلينا نقول إن ده أثر في تفاع أسهار ما يدفعش الأسهار كلها تزيد وإحنا لأ أنا هركز في الجانب القادم من الحوار على حضرتك على بعض الأمور المرتبطة بدكتور باجنيد ليس كأمين للصندوق في النادي الأهلي في الفترة السابقة وإنما كواحد من محبين من كبار المحبين للنادي الأهلي وأيضا واحد من أصحاب الفكرة ومبادرة إطلاق القناة وأيضا ممن أشرفوا على هذه القناة في فترة وفترات أعتقد عدد من السنوات حوالي 3 أو 4 سنوات هذلك أشرفت على القناة إيه اللي حضرتك شايفه أولا هل أجريتوا مقارنات وقت ما كنتوا بتطلقوا القناة بقنوات الأندية في العالم والشكل اللي بيطلع به بتطلع به هذه القنوات هل حصلت دراسة بهذا الشكل قنوات أندية هل حصلت دراسة مع قنوات أخرى في بلاد أخرى في أسبانيا ورزت في أسبانيا ركزنا في أسبانيا وفي إنجلتورا وعرفنا مصاريف والدخل والحقيقة وجود معنا كمان شركة زي اللي جت بتاعت الشيخ صالح كامل تعاوننا جدا في هذا وكان الحقيقة العقد عقد جميل ليه بيقول حتى لو خسرنا فهناخد ربح بمعنى أنا مش هشي الخسارة ودائما هشي الربح علشان الشيخ صالح كامل أهلاوي محب للنادي ومحب لمصر أيضا الشيخ صالح محب لمصر أوي فكان موافق فهلا قلت الأهلي طول عمره مرتبط منذ نشأة هذا النادي العريق بالكيان المصري بشكل عام الشيخ صالح طبعا من كبار وافق على هذا وكان عقد رائع وعقد جميل طيب هسأل سؤال وأنا عهد دايما الصراحة في إجابات حضرتك ما الذي تمنيته حضرتك والكابتن حسن الكابتن الخطيب لقناة النادي الأهلي قياسا على أو مقارنة باللي شفتوه في خنوات الأندية خصوصا الأندية الأسبانية زي ما حدك قلت ولسه متحققش القناة الأهلي حدك بتحلم يتحقق في علاقتها بكرة القدم في حجم زهور نجومها على الشاشة يعني إيه اللي ناقص في اللي ممكن يخلي القناة دي تبدأ تحقق تدريجيا كل ما يتمنى مجلس الإدارة وكبار المحبين جماهير النادي الأهلي داخل وخارج مصر وأعضاء النادي أنا حكرر حاجة مهمة ما ينفعش قناة الأهلي ما تزعش مباريات الدوري العام كلها وبالذات مباريات الأهلي ما ينفعش ما ينفعش مباريات الكاس ما تزعش ما ينفعش مباريات مصر ما تزعش مصر الفرقة بتاعتها فيها على الأقل ستة أو سبعة من الأهلي لابد يبقوا موجودين إحنا لابد تزاعة من شأن كاس العالم لابد تزاعة وأنا لازلت بقول مش الرياضة بس ومش الكرة بس الرياضة كلها والنواحي الاجتماعية والنواحي السياسية والنواحي الاستثمارية والاقتصادية ولا بدي لأن النادي الاهلي عنده كوادر لها شأنها في كل المجالات دي في مصر قناة بيحبها ثمانين مليون بنيات هاتلي أي خلاص وعندها من كوادرها ومن أعضاء النادي ومن محبي النادي الاهلي وجماهيره شخصيات كبيرة في كل المجالات لحدك أشارت ايديها أنا ما شفت شركة بتنشأ أو مؤسسة بتنشأ إيعبها ثمانين مليون أنا ما شفتها إيجر النادي الاهلي مؤسسة في 80 مليون واحد إن القناة ولدت منذ اليوم الأول بجمهور عملاق يعد بالملايين فدي ميزة عند القناة ميزة جبارة الحقيقة أنا كنت مش عايزة أحسن نفسي يعني بقول إيه الجمال إيه الجمال ده بنشق قناة لمؤسسة بيحبها 80 مليون أنا فاكر لحظة انطلاق البث الرسمي للقناة وتكلمت اليوم ده وحضرتك كنت مع الكابتن حسن وكابتن خطيب وكل عضا مجلس الإدارة قيادات النادي كانوا موجودين في الستوديو في مدينة الانتاج الإعلامي في اليوم ده وقت إطلاق القناة رسميا وكان لها الشرف أنها تحدثت طبعا في لحظة إعلان إطلاق القناة لك أنا نفسي نرجع تاني نزيع كل المباريات ونبقى على المستوى في علاقة الأندية على مستوى كرة القدم والفرق والنجوم بالقنوات اللي بتمثلهم هل هي علاقة فيها انفصال في الكان المالي ولا المفروض أنها علاقة تكاملية وأنها جزء من تعقدات الأندية مع مدربية ولعبية الظهور في هذه القناة بشكل دوري والطلوع على القناة والحصري الجنب الحصري للإكسكلوسيفتي بتاعت القناة حضرتك شفت يعني اللي لقيته فيها انفصال كامل في الناحية المادية كامل القنوات لها كيان إداري ومالي منفصلتها الإداري والمالي بتحرق لكن بتكسب كلهم بيكسبوا لأنها على الأقل بتحظى بدعم في القرار من مجالس إدارات الأندية الدراسة بتاعتنا كبتقول حنخسر أول ثلاث سنين وهنكسب بقية السنوات كلها وده حصل خسرنا أول ثلاث سنين لكن ما دفعناش فلوس الشيخ صالك كامل إدانا فلوس وإحنا بنخسر رابع سنة هو كسب وإحنا كسبنا خمس سنة هو كسب وإحنا كسبنا يعني حضاك شايف دي كانت وين وين سيتيواشن كل الأطراف كسبانة من العمارة تعاقد رائع وين وين سيتيواشن جميل وكنا كملنا بنفس النظام كنا يعني بقينا النهاردة أحسن لكن مفيش مشكلة مفيش مشكلة فلنبدأ ها يعني هنا بس حضاك بتقول بشكل يعني مهزب جدا أو بشكل غير مباشر إنك لست مع الأراء التي انتقدت هذا العقد في يوم من الأيام وقالت إنه ليس على المستوى المقمول قلت الكلام حضاك شايف إن ده ما كانش دقيق الكلام ده بالأرفان عقد بيقول حتى لو خسرت حديك 10% من الداخل حتى لو خسرت في أحلى من كده وفي أحلى من كده ومعدين ما كانش بيخسر طيب هنا حضاك بتقول في المستقبل بتتمنى تجربة مشابهة أو أكثر نجاحا بأنه يبقى فيها نجاحات أكبر ماليا واستثماريا لنادي لها شاء الله ومتفائل بفكرة التعاقد أو حق الرعاية الخاص أنا متفائل جدا وأنا متفائل أساسا بمجدس الإدارة الجديد كله برئيسة كابتن خطيب ومجموعة كلها الحقيقة الأستاذ عمري فاروق والأستاذ خالد درندلي والأستاذ خالد موتا كلهم ناس عمال قايا متفائل أو أنهم حينظروا لقناة الأهلي نظر الصحية طيب هنتكلم شوية عن رؤية الدكتور باجنيد لنجاحات فريق الكرة الحالي جيل مجلس الإدارة بقيادة كابتن حسن حمدي وكابتن خطيب ودكتور باجنيد حقق نجاحات غير مسبوقة ماليا ورياضيا وتسويقيا للفريق وقيمة التعاقدية والانتقالات وأصبح النادي الأهلي من الأندية اللي زادت شهرتها عالميا بشكل كبير في الفترة دي فضلا عن طبعا الاتفاقيات الخاصة بحقوق الرعاية وإثارة كل ما يتعلق بشركة كرة القدم وحقوق البث الفضائي وبدأ يجي لنا ضيوف من أوروبا يتكلموا عن ده ويعملوا وعي رياضي في مصر وكان الأهلي هو اللي بيقود هذه القاطرة على مستوى كرة القدم في الوقت الحالي هل حالك شايف أن الفريق على المستوى الفني بيكمل هذه النجاحات وأنه وصل للمرحلة التي تطمئننا إن شاء الله أنه قادر بقى يعود للقمة على المستوى الأفريقي ويعود لمشاركة عالميا أنا شايف أن الحمد لله إحنا خدنا النجمة الرابعة والنجمة الرابعة دي حاجة جميلة ده على مستوى المحلي على مستوى الأفريقي أو العالمي بتمنى إن إحنا نصل للمستوى الرائع اللي إحنا كنا فيه الحكاية محتاجة شوية مجهود لا شك فيه والحكاية محتاجة يعني إن إحنا ننظر للأمور بشكل أقوى دي لا شك فيها لكن لا شك لنجلة لجنة الكرة المنبثقة من مجلس الإدارة الحالي رائعة ناس أهلوية صرف أثق فيهم ثقة عمياء إن شاء الله حيقودون إلى الانتصار في أفريقيا بإذن الله ومنه انتصار عالمي إن شاء الله أرقام حقاقها الكابتن حسام البدري مديرا فنيا للفريق نجاحات وإنجازات على مستوى البطولات وعلى مستوى عدد مرات الفوز وكل ما يتعلق بالأرقام والأحصائيات إلى أي مدى حداك شايف أو مع الأراء اللي بتطالب دائما باستمرار الكابتن البدري وشايفين في حالة استقرار فني في الفريق وإنه محقق حالة نجاح لا تقل بل تزيد عن عدد من المداربين الأجانب لتولي المسؤولين أنا من نوع المقتنع تماما ومؤمن الكابتن حسام البدري بني آدم رائع أهلاوي فوق الخيال بيشتغل من قلبه بحب للنادي حتة الحماس اللي هو بينقلها صح جدا للعيبة اللعيبة دي ضروري تنزل ومتحمسة قوي حتة الحماس كابتن حسام بيعرف يحطها حتة الفنية بيحطها كويس قوي لا هو بني آدم أنا مقتنع به قوي وشايفين ورائع جدا ومن أيام ما كان بيشتغل مع جوزين وأنا شايف فيه بني آدم هو ده المستقبل وكنت بقول له كده دائما يعني بقول له أنت المستقبل لهذا الندي في مشكلة طبعا ظهرت في الوسط الرياضي في فترة اللي فاتت وكان لها أصدق كبيرة جدا خاصة بعملية أو مرحلة تجديد عقد لعب الفريق عبدالله السعيد وما تلاها من شعور لدى الجماهير بعدم الرضا عن موقفه من وجهة نظره اللعب كان بيدفع عن حقوقه أو أي مسمى خاص بأن القيمة التعقدية لللاعب وإنه إزاي تأمين مستقبله أو كل هذه الأمور لكن ما وصل للرأي العام أنه في حالة انزعاج داخل النادي الأهلي وفي صفوف الجماهير والأعضاء من المبلغة أحيانا أن اللاعب يفرد شروطه أو أن أي شخص يفرد إرادته عن النادي وده بيرجعنا الموقف النادي الأهلي اللي خده وتعامله مع هذه الأزمة رغم تجديد اللاعب لتعقده وإلى أي مدى حداك شايف تشابه موقف النادي مع النمازج المضيئة اللي عشرنا له منها الراحل الكبير كابتن صالح سليم كابتن صالح الحقيقة يعني قال لنا كلنا تاني الأهلي فوق الجميع مفيش لعيب كورة هو اللي حيخلق الأهلي الأهلي هو اللي حيخلق لعيب كورة وجود اسم الأهلي على صدر أي لعيب بيدي له حاجات رائعة مش اللاعب اللي بيحط النادي الأهلي في السماء النادي الأهلي اللي بيحط النادي رغم تأكيدات كل مجالس الإدارة المتعاقبة على قيمة اللاعبين وإمكانتهم وتقديرهم معنويا وماديا مش عايز أقول أسماء لكن في لعبة كتير في لحظة من لحظات بتصرف مش سليم تقلق فاكد عدد مهما كان مستوى الفن مهما كان أو تأثيره في المرأة مهما كان ومحدش يقدر ينسى لحظة صالح سليم لما فرقة كاملة خرجت تتدرب بره لعب أشبال النادي الأهلي ضد الزمال كسرنا أربعة ميون فرقة كان فيها أحسام حسن جبراهيم مهما كان فيها بقى مش عايز أقولك مين اللعيبة إحنا كلنا كنا خضوضين ومرعوبين الفريق الأول مش هلعب خالص ويا كابتن صالح عجيب الأشبال يلعب الزمالك قال لي أيوة هجيب الأشبال يلعب الزمالك وما يهمنيش لو خصوه وفجئنا إن أشبال الأول في المواغ المبادئ قبل كل حاجة وفجئنا إن أشبال الأهلي بيكسبوا الزمالك أربعة اثنائية إحنا كنا عانتين مش مصدقين كابتن صالح حط اسم الأهلي فوق الفرقة بالكامل هل بيفكر حضرتك المشهد الحالي ورؤية وقرار مجلس إدارة الحالي بالصورة الجميلة بالصبت إنه محدش يفرض إرادته ولا شروطه على الأهلي مهما كان متميز التميز معترف به مش محل خلاف صار بقى نحنا بني أهدا بنقول متميز أو مرة كان أربعة مع بعض آه أحيانا كان عدد كبير من المجوم المؤثرين وكذا مرة كانوا اثنين ومرة كانوا واحد في مرة من مرات زي ما أنا بقولها كانت فرقة كاملة مندي الأهلي كسب نصر الزمالك مندي الأهلي كانت تألق وكانت حاجة رائعة كابتن صالح سليم إيه ده إيه العملاق ده إيه العملاق ده فرقة دي ما تخشش النادي ما دخلتش النادي الأشبال اللي يلعبوا ملعبوا مستوى التعقدات في الفريق الحالي التعقدات وتأثيرها الفني على الفريق خاصة اللاعبين الأجانب أو المحترفين اللي انضموا لأن في فترة كمان مجلس الإدارة اللي كنت حضرتك أمين الصندوق وواحد من قياداته مع كابتن حسن وكابتن خطيب كان حريص على التعقد مع عدد من اللاعبين الأجانب وكانوا مؤثرين جدا وده غيرت طبعا تعاقد مع عمالي والجوزيه ومرحلة من أكثر المراحل نجاحا في تاريخ النادي رأي حضاك إيه في الأسماء اللي موجودة النهاردة من خارج مصر داخل النادي كويسين عجبني وبقول إنهم كويسين وعملين اللي عليهم كويسة قوي وإحنا عايزين إيه أكتر من إحنا نكسب الدوري قبل دوري إخلص بفترة كبيرة قوي عايزين إيه ده إحنا يعني الحقيقة مفيش حلوة أحلى من كده حالم البطولة الأفريقية إلى أي مدى حضاك شايف الأهلي وصل للحالة الفنية والبدنية وحالة التيم وورك أو التجانس بين اللاعبين اللي ممكن تخليها بطولة أفريقية عندي أمل كبير قوي عندي أمل كبير قوي إن إحنا نعمل حاجة كويسة أو في بطولة أفريق إن شاء الله عندي أمل كبير ونرجع للمشاركة بقوة يمكن أقوى كمان في كسر عامل أندي إن شاء الله طيب حنتكلم شوية عن التعاقدات اللي تمت في الفترة اللي فاتت وبأرقام عالية هل حضاك شايف والأهلي دائما يعني في كل الأجيال حريص على وجود أفضل عناصر من اللاعبين المصريين في صفوفه ودايما بيحرص على التعاقد مع أي عنصر متميز في أي نادي في مصر لو كان شايف فنيا إنه هيضف له ولو كانت اللاعب وسلوكياته كمان تتطفق مع مبادئ النادي الأهلي وأسلوب إدارته للأمور هل حضاك شايف أن أفضل عناصر موجودة حاليا وبفارق كبير هل في عناصر لفتة لنظر الدكتور باجنيد نفسك أنها تكون موجودة في النادي الأهلي ولكن خارج النادي أنا الحقيقة أحب أسيب دي للناس الفنيين للجنة القرى ولا المدرب أنا مش عايز وأنا قاعد حاليا أنا أحد الناس من الجمهور مش عايز حد من الجمهور يعلق ويجبر حد على اسمه عين أنا عايز لجنة القرى هي اللي تحط الأسماء بما فيها من خبرات حاليا قلت أنها خبرات كبيرة جدا وتتحمل المسئولية ونديها فرصتها هي والمدرب يقول مؤسسة الحقيقة أنا حتى كنا كده كلنا كوى مجلس الإدارة ما بنحطش رأينا في الحتادي علشان أدي صاحب الحق في الرأي لأن مش عايزين أراتب أكتير عايزين ناس تتحمل مسئولية ويبقى الكل زي ما حدتك قلت بيتكلم في تخصصه في الأمور اللي هو أكثر في رأي اللي هو أكثر في رأي وأنا سعيد قوي بالنادي الأهلي في الحتادي النادي الأهلي دايما بيتقال تاني أنك جوة قط المجلس انت قوي جدا بتقدر تتكلم زي ما انت عايز بتخرج من قط المجلس زيك زي أي عضو موجود لا يجب أن تتعدى الهدود صلاحياتك بتنتهي مع خروجك من غرفة مجلس الإدارة أو اجتماعات غرفة اجتماعات مجلس الإدارة بصدر وده كابتن صالح الحقيقة كان متبني جدا هذه الفكرة جدا كابتن حسن حمدي يا سلام يا سلام على تبنيله هذا بشكل رائع عشان كده كانوا دايما بيقولوا عن النادي الأهلي أنه زي أي نادي في مصر يكيد عنده أزمات وعنده مشكلاته ولكنها داخل غرفة المغلقة ما كانها مش على صفحات الجرائع ونختلف غرفة ونقول زي ما نغرفة حاول ما يخرج منها للرأي العام يبقى في أضيق الحدود طيب هنتكلم شوية عن منتخب مصر وحضرك واحد من المحبين لكرة القدم والعشاطين له وبالتأكيد بتتابع بشغف طبعا عودتنا لكأس العالم واقترابنا من المشاركة في النهائيات بعد السنوات الطويلة من آخر مرة شاركنا عام تسعين شايف إزاي منتخب مصر ومسارته الحالية مع الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر اللي هو دايما محل يعني مطير للجدل ومحل خلاف رغم أنه وصل لنهائيات كأس الأمم وخسر فيه أو لنهائيات كأس الأمم أو بطول كأس الأمم الأفريقية وخسر في النهائي وصعد بالفريق لنهائيات كأس العالم شايف المنتخب إزاي دكتور أنا الحقيقة هقول شايف فهقول بتمنى أنا بتمنى وعندي إحساس أنه هيحصل حنوصل للأدوار النهائية عندي إحساس أنه هيحصل خايف أيوة خايف شوية لأن رؤيتي للأمور جوة الفرقة لازالت شايف في صغارات أرجو أن يكون كل الناس شايفاها مسؤولين عن المنتخب وبسرعة نحاول ملكها أنا مش عايز أتكلم فنيا أكتر من كده لكن بقول أنا مش عايز الناس مسؤولة تطمئن قوي عايز هتبقى غير مطمئنة شوية علشان يشتغلوا أضعاف اللي هما بيشتغلوه دلوقتي راضي عن فترة الأعداد لأن ده تحديل الفعل لكاس العالم المباراة راضي عنه بنسبة 80% مش مياف برنامج الأعداد والمباراة برنامج الأعداد بنسبة 80% كنت أتمنى نكسب المطشين اللي فاتوا كنت أتمنى وكنا نقدر بلا شكل لكن التجربة اللي زيادة عن اللزوم خلتنا ما نكسبهم شي ويمكن ما كانش المكسب مهم عند الإدارة قد التجربة ده اللي أنا حسين يعني حضرتك مع الرأي اللي بيقولوا إن مكسب أو الفوز في المباراة المهمة مع فرق قوية قبل المباراة الرسمية بيدي ثقة أو له تأثير على صورة الفريق بيدي ثقة لا شك فيها إنما كان فيه رأي مخالف لها ورأي الإدارة إن أنا مش عايزة ثقة قد ما عايزة جر كان في رأيي إن الإدارة بقالها فترة كبيرة فإلا أنا كنت بعتقد إنها خلاص دربت واستقرت على الأساسيين وإن ممكن يشاركوا لكن خلينا ندين فرصتهم وغلط دلوقتي نقول لكن حضرك أكثر ميلاً للقراءة اللي بتقول إن عندنا فرصة كبيرة إن شاء الله أن تحطط دور الأول أو مضاقين أمل كبير جداً فيهم كبير جداً فيهم وأحب قوي إن كلنا نبقى وراهم ونبقى بنشكعهم ونبقى بنقول لهم إحنا وراكم أحب قوي نعمل كده وعندنا أمل أكيد إنهم إن شاء الله يشرفون دكتور بجنيد أي رسالة حواجحة توجيها الجمهور النادي الأهلي أو توجيها المجلس الإدارة الحالي أولاً بقيد الكابتن خطيب أو لأعضاء النادي عايز تقولها عن الفترة دي وعن المرحلة اللي جاية أنا يعني سعيد بالتلطة الشهر اللي فاته وبقول للمجلس الحمد لله الأمور كويسة وبتمنى إن شاء الله ربنا يعفقنا كلنا يعفقكم واحنا وراكم إن نعمل اللي وعدنا بيه وده إن شاء الله وارد وده إن شاء الله حنشوفه كمجلس إدارة ده أنا بقوله فده إن شاء الله أما جمهور الأهلي بتمنى منه المسندة والمساعدة أكتر من كده بتمنى شوف مسندة أكتر هباك تقصد في الملاعب للفريق ولا المجلس الإدارة لا مجلس الإدارة في رأي عام يعني في شرع الرياضة أنا بتكلم على أدي سابورت للفريق أكتر منه حتى مع فكرة إن الجمهور لسه بيشارك في حدود قليلة أنا لازلت بقول للجمهور لما يروح بحدود قليلة ويتصرف بطريقة ظريفة ده حدي فرصة أنا فهمت النقطة لحدك عايز تتكلم على حدود عايز تتكلم عن التزام الناس بأنه مجدد في مباراة في البطولة الأفريقية وإحنا بنحاول نرجع بالجمهور حتى المباراة بزبت كده وعيهم بقى ودورهم في المسندة أرجو أن الوعي يزيد قوي والالتزام يزيد قوي وعلى فكرة ده دور قناة النادي الأهلي قناة النادي الأهلي دورها الرئيسي عمل وعي كبير عند الجمهور يخليه يشجع بطريقة معينة وجميع القنوات على مستوى العالم من ناحية السياسية حتى من ناحية الاقتصادية حتى ومن ناحية الرياضية ده نبب من داخل الناس حب وطريقة في التشقيع فكر نمط وعي عام وسلوكيات عامة في حياته فكر وسلوكيات ونمط مش هيعمله غير قناة الأهلي لا يمكن قناة تانية هتعمله لأن قناة تانية مش ده اهتمامها إنما اهتمام قناة الأهلي إننا أنشئ فكر ووعي داخل الأهلاوي الجميل الأهلاوي يا جمال رائعين والله يعني أنا بشوفهم وبأحد معاهم ناس إيه؟ إيه الحقوب ده وإيه؟ بس عايزين حتة نربي فيهم حتة نسيطر على الفعلات نزايم أكرة القدم ملعب الكرة للكرة مش لأي أفكار أخرى بعيدا عن الرياضة وده مسؤولية قناة النادي الأهلي طيب، هنتكلم عن التحدي الأكبر الذي يراه الكثيرون هل حضرتك تتفق أو تختلف مع الأرارة؟ اللي بتقول إن التحدي الأكبر أمام مجلس الإدارة الحالي وأمام النادي الأهلي بشكل عام هو يعني مشروع القارنة أو مدينة الأهلي الرياضي لضخامة هذا المشروع وحجم التمويل المطلوب والتفاصيل الكتير اللي هتبقى مصاحبة العمل زي ده؟ طبعاً دي حاجة فونته الأهمية بس اللي بتمنى إنها تبقى شاركة مساهمة مصرية المساهمين فيها هم أعضاء النادي الأهلي محبش إن النادي الأهلي يتملكه حد أجنبي أحب النادي الأهلي يتملكه أعضاءه فاللي بتمنى مستاذ كبير قوي حاجة فخمة قوي حاجة عظيمة قوي اللي دفع فلوسها أعضاء النادي الأهلي واللي بيملكوها أعضاء النادي الأهلي طب ولو كان الاتجاه أو عالمياً واستثمارياً أو المتاحة لأرض الواقع بيقول إن قادم كيانات كيانات عربية أو أجنبية لتدخل في شاركة بهذا المشروع يبقى الاستاذ بإسم معلن من شركات العالمية بإسم شركات مساهمة المساهمين فيها مين؟ أعضاء في النادي أولاً أنا عايز أقول ودي حاجة مصبتة هنا في النادي إن لم عملنا الرسمة بأهل الشيخ زيت جبت من إنجلترا شركة أعلنت إنها مستعدة تبني الأستاذ مجاناً نظير عشرين سنة إعلانات مش تمليكة إعلانات ياخد الإعلانات الامتياز الإعلاني فقط الامتياز الإعلاني بس لكن من اللي بيملك الأستاذ النادي الأهل وأعضاء النادي أهل كحق في الاتفاق على المباريات واستغلامه والنشاط أعمل فيها حفلات ومبارات كورا ومبارات هندبول وحفلات جاري وحفلات ومصلاة التدريب أو الملاعب الفراعية ومعسكرات التدريب بين biomarker ومعسكرات التدريب ويأتي لدخل من الأمتال ويأتي لدخل من كلام لكن هذا الموضوع أولاً وأخيراً النادي أكون هو مالك هذا الحقيقة أولاً وأخيراً حتى لو يعطي في التحقودات أنا أجبت اسمع عرض رسمي من شركة انجليزية رسمية هذا ليس لديه ده الشكل اللي حداك شايفه الأفضل للنادي حننتقل للنقطة تانية ليست بعيدة عنه حداك كنت تتكلم عنه دلوقتي فكرة وجود داعمين من خارج مصر للنادي الأهلي دعم عربي دعم أجنبي محبين للنادي ويعني ده أثار جدل كبير في الفترة الفاتر ما بين كل من يؤيد هذا الاتجاه وطبعا كابتن خطيب ومجلس دار أكده أنه هم أي دعم بيأتي لا يدار إلا من خلال القنوات الشرعية ومن خلال الاشتراطات اللي بتمليها كل القوانين المنظمة للعمل الرياضي وعمل الأندية في مصر والناس صعداء جدا بنماذج يعني قالوا دعم في صفقات دعم في مشروعات محاولة تقريب وجهة نظر بين الأهلي وبين مستثمرين العرب وأجانب ده مثلا من الأدوار اللي أم بيها المستشار تركي قال الشيخ في الفترة الأخيرة وما بين من يتخوف من أن يكون لهذا الأمر أو اللي بينتقد ده ويقول إن ده قد يكون له تأثير على حرية القرار لدى مجلس إدارة النادي أو سياسات النادي أحدك شايف الإشكالية دي إزاي عشان البعض لا يزايد عليها ولا يستخدمها بشكل يحاول من خلاله أنه يضر بالنادي بأؤيد الدعم بكل صوره بكل صوره الراجل اللي جاي يدعمني والراجل بيحبني وجاي يدعمني أهلا بيه ومرحبا بيه ده جاي يدعمني أنا مبسوط أقول أنه جاي يدعمني بس بلاش يتملكي يدعمني وأنا اسمي النادي الأهلي نفس الفكرة اللي حدتك كلمت عنه عن المشروع أو عن ستاة أحب أودي الدعم شيء يسعدني والشيء الأمير عبد الله أبل كده قد النادي الأهلي دعم رحمه الله الأمير عبد الله الفيز عبد الله الفيز ده كان وقت كابتن صالح سليل وده لكابتن صالح كابتن صالح عشايله كده حطه لنادي الأهلي النادي الأهلي هو الكيان طول ما أي حد يجي من الخارج يديني دعم أنا أقول إيابوس من هنا هنا بتقول إما أن يكون دعم أو شراكة فيها امتيازات للطرفين ولكن المالك للحقوق دائما أبدا أو المالك للأساتس نفسها للأصول النادي الأهلي ده الأساس دائما بتطالب به ده أنا اللي أنا بطالب به بصفة مستمرة قصة إنه إحنا بقى نشاط كرة القدم حيبقى شركة مساهمة والفيفا بتقول إنه ضروري بشركة مساهمة يبقى شركة مساهمة وتتملكه أعضاء في نهاية هذا الحوار إحنا طبعا أسعدتنا جدا وجودك معنا دكتور وأثقلنا عليك بأسئلة كتير لكن كنا لازم نستغل أو نستفيد بوجود حضارك معنا بالشكل الأمثل أنا سعيد جدا 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 بهذا اللقاء وأرجو أن أنا أكون عبرت عن نفسي من ناحية وعن جمهور الأهلي من ناحية وعن شعوري بأن خناة الأهلي لها دور مهم جدا مش بس للنادي من جواه لأعضاء النادي من خارج وهم 80 مليون شرس وإن شاء الله الفترة الجاية يبقى لنا فرصة نكرر هذا اللقاء ونسعد باستضافة حضارك مرة تانية ونقيم ما تم إنجازه والقرارات وربما يكون هناك فرصة لأن يستمع مجلس الإدارة ويستفيد وهو طبعا بيقدر أراء حضرتك في كل التجاهات وتكون بعض التوصيات أو الأراء اللي حضرتك طرحتها من خلال هذا الحوار محل تنفيذ إن شاء الله واهتمام من مجلس الإدارة الحالي في نهاية هذا الحوار بنتوجه بالشكر إلى الدكتور محمود بجنيد وهو من الكبار المحبين للنادي الأهلي ومن الشخصيات اللي قدمت إسهامات كبيرة جدا ولها بصمات واضحة في مجالات كثيرة أسهمت في تطوير النادي الأهلي على كافة المستويات في فترات سابقة وهو أمين صندوق النادي الأهلي سابقا وصلنا لختم هذا الحوار وهذه الحلقة من حلقات الأهلي وحاول شكرا لحضراتك على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة